راهوا هناك صراع ما بين استعلامات الشرطة والاستخبارات هناك صراع من أجل واحد ما يحب وصايا على الآخر لأجهزة في عد ذاتها تتصارع وما تحبش الوصايا إذا كانت سكورات ما تقبلش بالتدخلات من طرف استعلامات الشرطة اللي أيضا فيها من متكفل بمكافحة الإرهاب فاضلا راح تقبل بمفتشية يعينها رئيس مدني ليس لديه أي نفوذ في المؤسرة عسكرية وأيضا تعين من طرف أشخاص مدنيين يصير هذا المدني ربما فيهم اللي كانوا بطالين قاعدين في ديارهم يروح يقول شينجريحة يلا هو الريلي طرح لريجيستر ترتع صفقاته مع الروس ومع غير الروس يعني باش يكونوا شوية واقعيين لذلك الحالة الوحيدة التي يمكن أن تخضع فيها المؤسسة العسكرية للرقابة أنها تكون رقابة شعبية الرقابة الشعبية مش يجي مواطن يروح مباشرة يصوني على كزر يقول لهم خلوني نجي نشوف الأموال كيفاش تصرف لا يكون عن طريق مؤسسات منتخبة وهذه المؤسسات المنتخبة هي المجلس الشعبي الوطني أو البررامان لو كانت هناك انتخابات حقيقية أما هذه الأمور الشكلية فهي فقط من أجل محاولة إظهار أن عبد المجيد تابون يقوم بعمل الماء أنا نقولها لكم مثل ما خصصوا لجان للإصلاح أيضا هيئات لمكافحة الفساد وكلها طلعت فاسدة فيما بعد اللجنة اللي راح تريد إصلاح تفسد والهيئة التي تكافح الفساد تغرق في الفساد وما إلى ذلك من هذه الأمور أعطوني لجنة يعني شكلت من أجل تحقيق مثلا في قضية لجنة حول قضية ما اغتيال ما جريمة ما عمرها ما تصل بل هي تزيد ترتكب جرائم أخرى وتبررها بطرق مختلفة لأن الأمور عندما لا تبنى على قاعدة صحيحة ويدخل فيها التعيين الفردي بالله عليكم تبون معين مفتشية ونصبها وحط فيها هو اللي عين العناصر يجيوه حسبوه واللي حسبوه أشخاص هو عينهم ولا أشخاص يدركوا أنهم لديهم نفوه حتى في المؤسسة العسكرية أغلبية المؤسؤولين الكبار الروس الكبار يتعينوا من المؤسسة العسكرية وليس من الرئاسة في رأيكم مفتشية تبون تروح لهؤلاء تحسبهم يويا القروحهم هما تحت الحساب والأيام سجال بيننا سيأتي اليوم الذي تحل في هذه اللجنة وهذه المفتشية وأنها ستبقى تلتهم ميزانية معينة بلا فائدة وحياني ظهرولها يقدر فقط على بعض المسؤولين المحليين وما إلى ذلك من هذه الأمور أما مكافحة الفساد ليست بهذه الطريقة إذا كانت أبرز المؤسسات لينتشر فيها الفساد خارج مجال التغطية لا أحد يحسبها ولا أحد يراقب المال العام من المفروض الخزانة العمومية تكون تحت رقابة شعبية عبر جهاز منتخب شعبي ليتمثل في البرلمان ولكن البرلمان هو بنفسه عبارة عن حمام للمسؤولين وحمام للرئيس يستعمل فيه ما يريد ووفق ما يبتغي ويشتهي وحسب ما يتطلّى إليه بعيداً عن الحساب والعقل